صار واضحا لديكم من أن الشهادة الثالثة كانت موجودة في أذان الشيعة وإقامتهم وصلاتهم البويهيون سمحوا لهم أن يظهروا ذلك بنحو علني ولما جاء السلاجقة إلى بغداد سنة أربعمائة وسبعة وأربعين منعت الشهادة الثالثة من أن تذكر في المساجد وفي المشاهد المقدسة الطوسي في النجف منعها وبقي هذا المنع قائما حتى قامت الدولة الصفوية الدولة الصفوية بداية نشأتها كانت سنة تسعمية وخمسة للهجرة يعني من سنة أربعمائة وسبعة وأربعين للهجرة إلى بداية الدولة الصفوية سنة تسعمية وخمسة للهجرة ما بعد تسعمية وخمسة فإن الصفويين أعلنوا ونشروا وأمروا أن يؤذن المؤذنون بالشهادة الثالثة بشكل علني هذه الفترة ما بين أربعمائة وسبعة وأربعين وتأسيس الدولة الصفوية إنها أكثر من أربعة قرون هذه الفترة منعت فيها الشهادة الثالثة بأمر من العباسيين والسلاجقة وبتعاون من زعماء الشيعة ومراجعهم ومنعت في الجو الشيعي الديني بأمر من الطوسي بحسب فتاواه واستمرت سلطنة المرجعية الطوسية إلى زمن العلامة الحل وليس هناك من ذكر للشهادة الثالثة واستمر الأمر إلى زمان الدولة الصفوية في زمان الدولة الصفوية في بداية تأسيسها حوزة الشيعة أتحدث عن الحوزة الدينية كانت في الحلة لكن الصفويين ارتأوا أن تكون الحوزة في النجف ومن هنا عادت الحوزة إلى النجف وصارت حوزة قوية بسبب تأييد الصفويين للحوزة النجفية ولهذا اندثرت حوزة الحلة وإلا فإن حوزة الحلة كانت قوية ربما منذ أواسط القرن السادس إلى ما بعد القرن التاسع الهجري مدة تقترب من أربعة قرون كانت النجف خالية لكن السياسة هي التي تصنع العجائب رجعت الحوزة إلى النجف لأن الصفويين أرادوا ذلك فدعموا الشخصية الشيعية التي نعرفها بالمقدس الأردبيلي الشيخ أحمد بن محمد الأردبيلي الصفويون دعموه ودعموا شخصيات أخرى فتحركت حوزة النجف بشكل واضح وقوي جدا في بداية الأمر كانت الشهادة الثالثة يؤذن بها في المشهد العلوي حينما سيطر الصفويون على النجف وانتشرت بعد ذلك في العراق شيئا فشيئا وانتشرت في البقاع الشيعية الأخرى التي دثرت فيها الشهادة الثالثة دثرها وطمرها الطوسي المشؤوم سود الله تعالى وجهه يوم القيامة هذه كتب الطوسي أمامي الاقتصاد رسالة عملية عقائدية حدثتكم عنها وقرأت عليكم منها في الحلقات الماضية أكثرها في باب العقائد رسالة عملية عقائدية وفيها بعض مسائل العبادات هذه الطبعة طبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار في الصفحة التاسعة بعد الخمسمائة فصل في الأذان والإقامة هنا يعدد لنا الطوسي فصول الأذان والإقامة أقرأ بعضا من كلامه فالأذان أربع تكبيرات في أوله الله أكبر والإقرار بالتوحيد مرتين والإقرار بالنبي مرتين والدعاء إلى الصلاة مرتين حي على الصلاة وإلى الفلاح مرتين وإلى خير العمل مرتين وتكبيرتان في آخره والتهليل مرتين هذا اختيار الطوسي لصيغة من صيغ الأذان لا زالت موجودة بيننا وإلا فإن الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة لم تكن محصورة بهذه الصيغة هناك صيغ أخرى يختلف فيها عدد التكبيرات مثلا هناك صيغ أخرى للأذان والإقامة لكن لماذا هذه هي الصيغة التي لازالت موجودة بيننا لأن الطوسي قد اختارها الطوسي هو الذي اختار هذه الصيغة إذا رجعنا إلى كتب علماء الشيعة قبل الطوسي فإنهم اختاروا صيغا أخرى من هنا قلت لكم من أنما قبل 448 للهجرة صفحته طويت وإنما الآثار التي عندنا الآن هي آثار سنة 448 للهجرة حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف فهذا الأذان الذي بيننا بهذه الصيغة الأحاديث عن العثرة الطاهرة لم تأتي منحصرة بهذه الصيغة هذه صيغة من الصيغ أنا لا أقول إنها ليست صحيحة إنما أنبهكم إلى أن الصيغة هذه هي التي بقيت عندنا إلى الآن بخلاف بقية الصيغ الأخرى التي اختارها فقهاء ومراجع الشيعة قبل الطوسي في كتبهم ورسائلهم العملية لأن صفحتهم طويت ولأن الطوسية أسس مذهبا هذه متبنيات مذهب الطوسي التي أخذها من حديث العترة الطاهرة فليس هناك من إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى الشهادة الثالثة لماذا؟ لأنه قط مرها وهو ليس محتاجا أن يتحدث عن الشهادة الثالثة في كتابه هذا الذي هو رسالة عملية للنخبة من الشيعة في زمانه فهؤلاء سيتبعون مرجعهم ولا يعبؤون بالشهادة الثالثة ومن هنا فإنه لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد وإنما تحدث الطوسي عن الشهادة الثالثة في كتابه النهاية الذي هو رسالة عملية لمقلدي فلابد أن يتحدث عنها لماذا؟ لأنه يريد أن يضيعها لأنه يريد أن يقوم بطمرها باعتبار أن شيعة كانت متمسكة بها هذه نهاية الطوسي الرسالة العملية لمقلدي في باب الأذان والإقامة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها كان يفترض أن يقول باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما ولكن العجمة هي الحاكمة في كل كتب كتب الطوسي مثل ما هي حاكمة في كل كتب مراجع النجف من العرب وغير العرب لماذا؟ لأنهم يأخذون دينهم وعلمهم وثقافتهم من قذارة الطوسي المشعو فماذا يقول أبو الطواسيس يقول أبو الطواسيس وأما ما روي في شواذ الأخبار من قولي أشهد أن علي ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئا هذه فتوى أبو الطواسيس فتوى الطوسي وأما ما روي في شواذ الأخبار إنها الروايات والأحاديث التي ضيعوها ضيعها هذا الطوسي كانت موجودة في كتبنا والتي أشار إلى مضامينها الصدوق في كتابه الفقيه في الجزء الأول حينما تحدث عن الأذان والإقامة وفصولهما لكن الروايات ضيعت ضيعت حتى لا يبقى أثر لذكر الشهادة الثالثة خوفا من أن الشيعة ستقرأ هذه الروايات وتعمل بها والطوسي لا يريد ذلك بحسب مذهبه اللعين القدر الطوسي ما ترك قذارة للنواصب إلا وجاء بها في كتبه في التفسير في العقائد في الفتاوى في كل شيء ما ترك قذارة ناصبية إلا وجاء بها وذكرها في كتبه لماذا لم يذكر هذه الروايات في كتبه لماذا وهذا يعود بنا إلى تهذيب الأحكام الذي كتبه شرحا للمقنعة الرسالة العملية لشيخه المفيد وقد بينت لكم كيف أن الطوسي المشؤوم حذف دعاء التوجه الذي يقرأ في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام حيث جاء فيه ذكر أمير المؤمنين حذف الدعاء أصلا وهو لا يحق له ذلك لأنه بصدد شرح ما جاء في المقنعة لكنه حذف الدعاء أصلا وجاء بصيغة دعاء من رواياتنا جاءت بلسان التقية توافق ما عليه الشافع والأمر هو هو مع صيغة التسليم التي ذكرها المفيد للصلاة وجاء فيها التسليم على الأئمة الراشدين حذف تلك الصيغة وجاءنا بصيغة أخرى من رواياتنا أيضا فيها السلام على الأنبياء والملائكة على الجميع لكنها تخلو من السلام على آل محمد هذه الحالة موجودة عند الطوس في مساره على طول مساره فأقول إذا كان الطوس قد نقل كل قذارات النواصب في تفسيره الخريان الذي هو التبيان أنا أسميه بتفسير الخريان وهو كثير عليه نقل كل القذارات الناصبية وفيها ما فيها من الإساءة لمحمد وآل محمد لكننا ما وجدنا في كتبه أن نقل الأحاديث التي وصفها بأنها شاذة والتي تتكلم عن وجود الشهادة الثالثة في فصول الأذان والإقامة وإنما اكتفى بالحديث عنها بنحو مجمل وبعد ذلك أصدر فتواه فمن عمل بها كان مخطئا من عمل بالشهادة الثالثة أن جاء بها في أذانه وإقامته قطعا إذا جاء بها في التشهد الوسط والأخير فإن الصلاة ستكون باطلة لأن هذا يخالف التشهد الذي نقله لنا عن الشافعي تشهد الشافعي الشهادة الأولى وشهادة الثانية مع اللهم صل على محمد وآل محمد بالضبط كالذي تفعلونه في صلاتكم فهذا هو اختيار الطوسي واختيار الطوسي جاء وفقا لما أفتى به الشافعي صلاة شافعية بامتياز هي صلاتكم وأما ما روية في شواذ الأخبار من قولي أشهد أن علي ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئا فحينما منع الشهادة الثالثة لا بعنوان التقية لأن العباسيين منعوا ذلك لأن السلاجقة منعوا ذلك ربما ضحكوا بهذا على الشيعة إنما فتوى الطوسي هذه الفسوى التي فساها لنا في نهايته المشؤومة بسببها منعت الشهادة الثالثة في المشهد العلوي وفي سائر المشاهد المقدسة وفي الجو الشيعي نذهب